التعرير ده ايه اكتر كورة فاكرة بتحبها و اكتر هدف او انت بشكل عامي افتر مطش يقولي المقولين ده انا بحبه جدا امتع المقولين اللي انا جبته دوت والهدفين بتقع الجزائر طبعا يعني هدفين الجزائر طبعا لم ينسوا طبعا وخصوصا قبليها كنت عامل مصيبة مصيبة مطش المغرب بس دايما انا دايما بتكلب على قصة المغرب دي عشان برضه فكر الناس لغا لا تفاكرين بالعكس انا مش هفكرهم باللقطة دي عشان هما يعني هما بيفتكروا اللقطة دي من مطش المغرب عشان هي في الاخ اه بس اللي هيفرق انا كنت في الستانت المباراة دي انا اعتقد اكتر كم فرص ضائعة في تاريخ الكورة المصيبة في تاريخ منتخبات مصر خب تكباري الله يرحمه جاب لنا يعني السيدهية بتاعت المباراة قالنا عدوا الفرص واتكلم مع الصحفيين واتكلم مع انهم قدر قالوا ما نعمل ايه يعني انا تقول انا حط الكورة وقول شوف كم فرصة في مباراة المغرب وجاب عمل بعد التصفيات كلها تلعى اكتر من 35 فرصة بمنتخب مصرح حقاقية كممكن يحرص فيها هدئة انا اليوم ده بقولك انا في المدرجات مقسود يتنبح مباراة المغرب دي بقى بالزاد 5-6 او 7 فرص اه مزيد دي كانت تصفيات كاس العلم الزهر كانوا عملي لنا حاكة ولا حاكة تصفيات كاس العلم 2002 ويه كانت اول مباراة تقريبا صح لك التاني مباراة كانت تاني مباراة وكت الامور بقى بدأ هتبدأ تهرب مننا لكن احنا لوحنا لعبنا عشان ناميبيا هتعادلنا مع ناميبيا فالامور بدأت تتصعب لكن بعدها مطش الجزائي محمد فاروق قال لك ايه ساعتها عشان فاكي المشهد ده محمد فاروق بص انا مكنت تساعة عايز الارض محمد اول منت ضريعة طهار كتب محمد فاروق جيري عليك جيرية لو انا خفت عليها اقولت هياملو ايه لا هو ايه يعني حرام يعني بس في الاخر انت عايز الارض تتشاء وتبلعك ساعتها ويا سبحان الله نفس الكرة مطش الجزائي شو الطاعة وخلاص ما انت تعلمت بس انا عيشت مواقف بعد الهدف دوت اللي ضيعته مطش المغرب مواقف كتير جد يعني بقابل الناس يعني لدرجة بدأت تشتم بدأت الناس تنتقدت بشيء يعني خارج عن الطبيعي لكن الانسان اكتر انسان فرق معي في الايام دي كان الكابتن جوهر الله يرحم قال لي عشان تقدر تتعلم لازم تواجه الناس صح وتطلع وتتكلم وإيه المشكلة انك ده يعطي فرصة لكن الجدعانة والرجولة ان انت تجيلك نفس الفرصة وتسجلها بعد وسبحانك يا رب يا جات وطش الجزائر كنا بنتعلم الكابتن جوهر حاجات كتير بسرعة